ست سنوات مرت على ذكرى استفتاء انفصال كردستان العراق تغير بعدها وضع محافظات شمالي البلاد وأخذت الأمور منحا آخر لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم نشوة الاستقرار النسبي ومحاولة استغلال الفرصة التي لاحت حين ذاك بعد انكفاء خطر تنظيم داعش دفعت رئيس كردستان العراق حينها مسعود برزاني إلى الإصرار على إقامة استفتاء على انفصال محافظات أربيل ودهوك السليمانية على الرغم من التحذيرات الدولية وتهديدات دول الجوار ومطالبات التأجيل داخل العراق ومنذ الخامس والعشرين من أيلول عام 2017 يعيش أكراد العراق أزمات متتالية سياسية واقتصادية وأمنية فضلا عن تشقق في البيت الكردي وصراعات مستمرة بين أحزابه لا سيما الحزبين الذين يسيطران على المناصب الحكومية ويتقاسمان إدارة أربيل عملية إخضاع كردستان العراق للسلطة في بغداد بدأ بقرار السيطرة على المطارات في أربيل والسليمانية وجعلها خاضعة لسلطة الطيران المدني إضافة إلى إيقاف تصدير النفط وجعله تحت إشراف شركة النفط الوطنية سومو وانسحاب البيشمرق من المناطق التي كانت تسيطر عليها وأبرزها محافظة التأميم فضلا عن مناطق أخرى في محافظات ديالة وصلاح الدين ونينوى حتى وصل الأمر بقرار المحكمة الاتحادية بحل مجالس محافظات كردستان العراق بعد حل برلمانه وجعل الانتخابات تحت إشراف مفوضية الانتخابات في بغداد وهو ما حدا بالأوساط الكردية إلى وصف قرار إجراء الاستفتاء بأنه كارثي أدى إلى نتائج سلبية ما زال الأكراد يدفعون ثمنها إلى اليوم ورغم كل ذلك يشيد رئيس حكومة كردستان العراق مسرور برزاني بالاستفتاء ويعتبره يوما تاريخيا بينما يقول مراقبون أن الاستفتاء على الانفصال وما عقبه يثبت فشل تجربة العراق الفيدرالي الذي أقره دستور ما بعد الاحتلال الأمريكي وسوقت له أحزاب العملية السياسية قبل أن تنفض واشنطن يدها من التجربة التي احتضنتها ورعتها بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم من صراع داخلي وأزمة عاصفة تجعل تجربة كردستان العراق على المحاك وتهدد بانهيارها ترجمة نانسي قنقر